وبشان التفجير الذي وقع في موقع بارشين النووي جنوب شرق طهران وأسبابه وخلفياته وتدعياته ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوك هولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة أهلا ومرحبا بك أستاذ نوري أهلا ومرحبا نستاذ خير تفجير ثاني يسادف موقع بارشين النووي جنوب شرق طهران خلال شهر تقريبا ما دلالات استهداف في نفس الموقع؟ دلالات استهداف هذا الموضع من أهمية العسكرية حيث موقع بارشين هو موقع وسيء جدا مركز مهم للسلاح الإيراني بمعنى آخر هذا المركز تاريخيا منذ عهد ما قبل الثورة في عهد الشاهد أستثى هذه المراكز ومعاكرات وقوات الأركان وهكذا مراكز صنع بعض السلاح كانت أسست على يد دول غربية في عهد الشاهد لكن بعد الثورة تركت الموقع واستمر نظام الجمهورية الإسلامية بنفس الموقع بتطوير بعض السلاح منها صواريخ معينة صواريخ شهاب صواريخ أخرى وهكذا تطور الموقع إلى صناعة وتخصيب اليورانيوم وإلى آخره بهدف صنع الغنبل النووي هذا المركز تأتي أهمية من هذا المنطلط أن هذا الموقع أساسا هو موقع عسكري أنه صار أكثر من ست عقود سبع عقود هناك ينتج سلاح وتطورات وهناك الأركان وهناك قوة استخبارية وإلى آخره فقوة أمنية عسكرية استراتيجية مستقرة في شرط طهران جنوب شرط طهران هذا الموقع مهم جدا وحيوي بالنسبة لسلاح إيران في ظل الاغتيالات التي تقع في صفوف العلماء والمسؤولين الإيرانيين في الملف النووي وحرق المنشآت النووية هل ترى أن أمريكا وإسرائيل غيرتها تكتيكهما للتعامل مع تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم؟ حقيقة الأمر أن القوة المناوعة لإيران في هذه العملية هذا الماراتون الطويل فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم ومحاولات إيران المستميتة في وصول إلى القنبلة النووية جاءت برد متأثر من قبل الدول الغربية سواء إسرائيل أو غير إسرائيل هناك حدثات تفجيرات هناك حدث اختراغات أمنية وهكذا اغتيالات مستمرة ما زال مستمرة بين علماء نوويين وعلماء في الفيزياء وعلماء في شؤون الكهرباء فيما يتعلق بصنع السلاح النووي والآخري لكن لم تأتي بنسج لم تغي لم تستطيع كل هذه العملية أن تقف المشروع النووي الإيراني قد يتعطل هذا المشروع قد يتعطل بعض الشيء ولكن يرجع ويعيد نفسه بشكل آخر حيث إيران صبت كل جهوتها في هذا المشروع بشتى أنواع تبحث عن علماء حتى ربما أن هناك علماء غير إيرانيين يعملون في هذا المشروع من دول الأخرى من نفس الطائفة وإلى آخره وهذا المشروع مستمر حتى اللحظة مستمر وإيران قد تشتري الوقت من الغرب لتطوير السلاح النووي على أراضيها هل ترى أن هذا التكتك الأمريكي اغتيال المسؤولين قادر على وقف مسيرة إيران في إنتاج سلاح النووي كما يحذر المقتصون؟ لا أظن ذلك كما قلت لك في السؤال السابق ولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريق يعني عمل مستحيل حتى الآن حتى يتوقف هذا المشروع وإيران لا تحرك لا تخطو خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بصعر السلاح النووي لكن حتى اللحظة تعثر المشروع ولم يتوقف بشكل داهم وهذا ما تراهن عليه إيران إيران تريد المزيد من الوقت وإلى آخرين بين قصة إيران تستخدم اغتيالات حتى بعض الاختيالات لعلماء وحتى غير السماع ومدرأة في شيء النووي والآخرين للتسويخة في الرعي العام الداخلي وتأطير الرعي العام الداخلي الإيراني أن تتظلم أمام العالم وتتظلم أمام الإيرانيين ككل بكل أصنافهم ومشعوبهم أننا دولة مستهدفة من غبل الغرب وإلى آخرين وهذا الحكومة الإيرانية والنظامة يستجدد تعاطف الدولي والداخلي حتى يكمل مشروع ويكمل هذه المسيرة بشكل آخر أن ما عمله إسرائيل حتى الآن لم يأتي بنتيجة تحقق شيئا على عرض الواقع حتى اللحظة أين تقف إسرائيل التي هدد رئيس وزراءها منذ أيام إيران بضرب الرأسي لا أذرع في إشارة إلى تحول إسرائيل من ضرب الميليشيات تابعة لإيران إلى ضرب إيران نفسها هل تعتقد أن إيران تقف رأى حرائق المنشآت النووية وتفجيرها في إيران؟ في العمل الأمني يجوز كل شيء قد إيران تختال بعض العلماء قد إيران تفجر محل وعسابي المثال ورشة عمل عسكرية وتدعي أن دولة غربية شنت هجوم عليها قد تعمل تفجير في أي مكان هذا المخابرات الإيرانية هذا عمل مخابراتي ربما قد نوع من العمل المخابراتي التي تتفق عليه المدارس الأمنية في العلم الأمن وهذا يحدث في كثير من دول إيران أيضا لا نستطيع أن نستثنيها من هذا الموضوع إيران بالعكس في الشؤون الأخرى السياسية لهندسة الوضع الداخلي هي كانت تقتل الغتيل وتشيع وتغفى جنازها يعني هذا عملته في داخل إيراني عملته في لبنان عملته في كذا مكان فنأتي على المشروع العسكري والمشروع العملاغ العسكري النووي الإيراني أيضا لا نستطيع أن نخرجها من هذا التحليل ربما إيران هي من في بعض الأحيان وليس كل الحالات في بعض الحالات هي من تغف وراء بعض التفجيرات وإلى آخره في ورشات معينة وتستجد تعاطف من شعبها ومن الرأي العام الداخلي والإغليمي والإسلامي والعالمي بشكل وآخر وترى يعني تصور نفسها كشعب مضطهد دولة مضطهد من قبل العالم الأمبريالي بين غوسين وإلى آخر فهذا ما سياسيا وستراتيجيا ما تتابع لهندسة الرأي العام بهدف الحصول على المزيد من الوقت تكملت مشروعها حيث مشروعها هو متوزع متوزع في داخل إيران في عدة أماكن ليس في مكان واحد هذه المشروع الأساسي أمام المراكز صنع الغرار الأمني الغربي من استوكولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة كنت معنا في بانوراما الرافدين عبر الهاتف شكرا جزيلا لك